أوس أخويا أوس فاظل أوس فاظل أخوه علي فاظل واسطة جايبا أنا هاي التهمة أوس أنا من بلشت بمشروعي كان ماكو إيمان شبير بهذا المشروع فأول اثنين دخلوا بمشروع ولد اسمه سيف حاليا بأمريكا وهو طاقة كلش مهمة بالكوميديا هو يشترون فيتر والله العظيم يعني يشترون بالسيارات حلو وأوس بس سيف طاقة هذبتها وقدمتها بطريقة كلش حلوة لكن هو هاجر فمن استمروا يعني أوس كتلة دخل البرنامج بوكتها ككتلة أنه كان بعد أسما من هذا كل السمين فدائما الأوزان هذه تنطي إضافة كوميدية لكن أوس جدا لك حاليا يعني هو أساسا عنده معلومات عن التمثير باعتبار أنه بيتنا كان منتدى ثقافي كل ممثلين مسرح الشباب جيلي وقبل جيلي فد بخمس أجيال وورايا بخمس أجيال كانوا يلتقون ببيتنا بيتنا كان مساحته في مئة متر ببغداد بيه يعني غرفه هواية فتدري المسرح صعلكة فكلها تصعلك يمني يا مكان بغداد يعني بنص بغداد بيتنا منطقة بارك السعدون فأوز شان يختلط بيهم ويسمع عن التمثيل هواية وشانوا يعني يتمرنون قدامه فاكتسب من هاي هذا المنتدى المصغر اكتسبه هواية من دخل التلفزيون علمت من الصفر و هذا الحل الأمثل للدراما العراقية أن الممثلين هواية محتاجين ممثلين يتعلمون من الصفر ما عندهم لوثة النسر و علم مدينة وبعدين نسرف لك علىها اللوثة شنة